موضوعنا النهاردة عن ازاي احدث تطبيق الانستجرام تابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور في كده بعض الاشخاص بتعاني من عدم زور المميزات الجديدة اللي نزلت في الانستجرام فلو انت لسه مظهرش عندك المميزات الجديدة تعال اقول لك ازاي نظهرها وازاي كمان نعمل تحديث الانستجرام فتابع معي يارت بقى تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك ويلا بينا ما نساش كمان صلى عنا بيش كومنتات وتكتب لي متابعني من اي بلد ويلا بينا على التطبيق طبعا اشخاص كتير بتعاني ان ما فيش عندها التحديث المميزات الجديدة او التحديث الجديد اللي نزل على انستجرام الفترة الاخيرة دي فكل علي بنضغط علشان ينزلك التحديثات الجديدة ضغطة مطولة على التطبيق قبل ما بنعمل تحديث وبعدين منه هنضغط على علامة ال اي دي بنختارها بنروح كده على معلومات التطبيق بالشكل انت شايفينه ده كل عاج بتنزل بتروح على حاجة اسمها مكان التخزين وبضغط على مكان التخزين لو نزلنا كده هنلاقي مسح التخزين المؤقت ومسح البيانات هنضغط على مسح التخزين المؤقت فقط مش هضغط على مسح البيانات لان لو ضغطت على مسح البيانات بيخرجني من التطبيق كل علينا بروح على متجر بليه وابستور عندك على الموبايل طبعا عملنا مسح التخزين المؤقت وبعدين من روح على متجر بليه وبنبدأ نضغط عليه لو طبعا عندك الايفون بتروح على ابستور وبروح على البحث وبكتب في البحث انستجرام ومجرد ما بتضغط على انستجرام بتدخل على التطبيق بتلاقي كلمة تحديث وطبعا طالما فيه كلمة تحديث يبقى فيه تحديث او اصدار جديد انت ما نزلتوش لسه فبضغط على كلمة تحديث وببدأ ان انا انتظر لما يتحدث معي ببدأ افتح بلا الاصدارات الجديدة او التحديثات الجديدة اللي انت مستنيها موجودة عندك على الانستجرام كل علينا انا بنتظر بس لما الدايرة دي تخلص معي ويظهر عندنا كلمة فتح مكان كلمة الغاء التثبيت بيظهر عندك فتح بتدق تفتح التطبيق ويظهر معك كل التحديثات الجديدة والاصدار الجديد بيكون كده نزل عندك على الموبايل وبس كده لو نقصك اي تحدثات يبقى الهاتف نفسه عايز تحدث يلا تلايك الفيديو اشترك في القناة عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته